السلام عليكم معكم علي أهلا وسلام بكم درس جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع عليك الفيديو اللي يصلكم كله جديد نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام الفعل have got أو has got تكلمنا في فيديو سابق عن استخدام have و has قلنا have و has بمعنى يملك وتعلمنا أيضا كيف يشكل سؤال و أنفي الجملة باستخدام have و has لكن في هذا الفيديو نتكلم عن have got has got أيضا بمعنى يملك لكن لها طريقة معينة في تشكيل السؤال و أيضا النفي هناك الكثير من الملاحظات و في نهاية الفيديو هناك تدريبات على استخدام have got has got إذا ننتبه لدينا I, we, you, they نستخدم معها have got he, she, it نستخدم معها has got يعني have got has got نفس have و has لكن طريقة أخرى للتعبير عن يملك نفس المعنى تماما I have got لدي we have got لدينا you have got لديكم they have got لديهم he has got لديه she has got لديها it has got لديه و لديها لغير العاقل لغير الإنسان أيضا have got نستخدم معه الجمع has got نستخدم معه المفرد إذن ننتبه إذا كان بداية الجملة مفرد the man has got a house لدى الرجل منزل أو يملك الرجل منزل إذن has got سوية بمعنى يملك إذن هذا استخدمنا إذن مفرد إذن بداية الجملة يعني الفاعل مفرد عدى إذن نستخدم has أيضا إذا استخدمنا the man به الضمير he أيضا نقول he has got a house هو لديه منزل إذن has got سوية بمعنى يملك إذن كان لدينا جمع the boys have got a play ground يعني لدى الأولاد ملعب the boys جمع استخدمنا بعدها have أيضا لو سبدلنا الفاعل the boys بالضمير they يعني هم يعني الأولاد أيضا نقول have got they have got a play ground ممكن شخص يسأل يا أستاذ يعني has got هي نفسه have got نفسها فقط أن استخدام بريطانيا أو أمريكيا ما يفرق معنا لكن الفرق أثناء تشكيل السؤال والنفي والإجابة المختصرة تكلمنا عن has و have لكن اليوم نتكلم كيف استخدم has got في السؤال و إجابة قصيرة والنفي she has got a white dress هي لديها ثوب أبيض دائما الصفة قبل الموصوف لو كتبنا بدون white she has got address هي لديها فستان فستان أبيض نضع الصفة قبل الموصوف نريد أن ننفي هذه الجملة بشكل سهل مش في نقات مباشرة بعد have أضع not اختصرها تصبح haven't بهذا الشكل أيضا has not اختصرها hasn't بهذا الشكل كما نعلم not بدل عن حرف الأو أضع أبسترو في فاصلة علوية نضع t بدل عن حرف الأو أضع فاصلة علوية بشكل سهل she has بعد has أحمل عليها not يعني تصبح she has not got a white dress يعني هي ليس لديها ثوب أبيض إذن فقط بعد has وضعت not أو اختصرها hasn't بدل عن حرف الأو أضع أبسترو في t she hasn't got a white dress أيضا أحمد and كالد أحمد وخالد have got a map أيضا ممكن نضع أحمد وأن كالد نفسهم أو نستبدلهم بالضمير they هم من نقصد نقصد أحمد وخالد أيضا لنفيها بعد have أضع not they have not got a map يعني هم ليس لديهم خارطة أو خريطة أو اختصرها have not اختصرها ب haven't they haven't got a map إذن بشكل سهل have got has got فقط بعد has أضع not أيضا بعد have أضع not بهذا الشكل أثناء تشكيل السؤال لا نحتاج لا do ولا does بشكل سهل فقط نضع have في بداية الجملة لماذا؟ لدينا got إذا نضع have في بداية الجملة لتشكيل السؤال تصبح have نكتب we كما هي have we got the keys key مفتاح keys مفاتيح have we got the keys ونترجم have ب هل هل لدينا المفاتيح أثناء الإجابة نضع yes كما يعني فاصلة no أيضا كما فاصلة دائما وأبدا أثناء السؤال أول كلمتين نقلبهم دائما بأي سؤال باللغة الإنجليزية أثناء الإجابة تقلب أول كلمتين have have we yes we have يعني نعم لدينا no we haven't كلا أو لا ليس لدينا بهذا الشكل سهل إذن أثناء السؤال فقط نضع have في بداية الجملة بدون أي تغيير فقط وضعت have أصبحت الh حرف كبير وأنهي الجملة ب question mark علامة استفهام دائما الجملة الاستفهامية interrogative أو نسميها question يكون منتهي بعلامة استفهام نسميها باللغة الإنجليزية question mark إذن نسميها question mark علامة استفهام لدينا النقطة نسميها فلسطو أو نسميها period إذن period أيضا نقطة it has got a nice head إنها لديها رأس جميل لاحظ فقط نضع has في بداية الجملة تصبح has it got a nice head has it got a nice head أيضا نترجم has بهل هل لديها رأس جميل أثناء الإجابة دائما وأبدا نجيب yes كما فاصلة no أيضا كما follow stop كما قلنا نقلب أول كلمتين دائما yes has it نقلبها تصبح yes it has يعني نعم لديها رأس جميل no it hasn't كلا ليس لديها إذن بالمختصر لتشكيل السؤال ب have got has got فقط نضع have وhas في بداية الجملة ونترجم have بهل وهاز بهل أثناء الإجابة فقط نقلب أول كلمتين أثناء النفي فقط بعد have نضع not haven't got بعد has نضع not hasn't got بهذا الشكل نتبري هذا التبرين has have he got a friend يعني دائما have وhas بداية الجملة لترجمها هل هل لديه صديق لاحظ he نستخدم معها has إذن have مستبعد إذن دائما مع he she it نستخدم has أو إذا كان مفرد يعني بداية الجملة مفرد الفاعل مفرد يعني شخص واحد has he إذن استخدمنا has مع he أثناء الإجابة لا نصحة أن نقول yes he got فقط نقلب أول كلمتين إذن نستخدم yes he has لماذا has he نقلبها yes he has have has they got a big garden هل لديهم حديقة كبيرة اللاحة they نستخدم معها have إذن has مستبعد إذن دائما I we you they نستخدم معها have أو مع الجمع يعني بداية الجملة الجمع نستخدم have إذن سأني به يجب أن نجيب به لا نصحة أن نقول yes they has هذا خطأ لماذا؟ لأن سأني به يجب أن نجيب به have no they haven't إذن هذه هي الإجابة الصحيحة ممكن شخص يقول أريد أن أقول yes أوك yes أضع كما full stop أول كلمتين أقلبهم have they تصبح they have إذن they have yes they have هذا الشكل يتحدثنا عن استخدام have got has got كما قلنا have got has got نفس معنى have has لكن have has أثناء تشكيل السؤال نحتاج إلى do does وأثناء النفي أيضا نحتاج إلى do does لكن have got has got لا نحتاج إلى do does مباشرة أثناء السؤال نضع have has في هداية الجملة أثناء النفي نحم not أداة النفي not على has و have بهذا الشكل نهينا درسنا هذا اليوم أتمنى أن أقدموا شيء الفائدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته